يعقد جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الأمريكي باراك أوباما لقاء قمة يوم غد في البيت الأبيض ويتناول لقاء القمة بين الزعيمين سبل ترسيخ علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والجهود المبذولة إقليمياً ودولياً لمحاربة التطرف والإرهاب وعصاباته وآخر التطورات في مساعي حل الأزمة السورية وسبل إنهاء الجمود في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وإحراز تقدم على أساس حل الدولتين وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمينة الدستورية بحضور هيئة الوزارة نائباً لجلالة الملك بعد مغادرة أرض الوطن متوجهاً للولايات المتحدة